فقلت له ماشي بس أنا كنت بالنسبة له يعني يعني هو كان يعدي نص الملعب أول عين تتريمي عليها هو يعني أو أول باصة يتفضيله مكان يعني كان في حفز وتوافق غير طبيعي وطبعا نتحط وردة ده عشان نتكلم عليه لا 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 ده محتاج حلقات آه محتاج حاجات كثيرة إن شاء الله يبقى موجود معنا في حلقة آه لكن لنا يعني فروحنا للاستاد فيه بتاع مثلا خمس تلاف واحد وقفين برة فقال لي فقلنا ايه هو منعين الناس تخش ولا ايه المهم فين وفين دخلنا المتاع لا قبل ليلة المباراة فكرتوا ازاي ليلة الفاينال آه طبعا ليلة الفاينال ده رعب وانتوا كلاعيبة قعدتوا مع بعض واتكلمتوا قلتوا ندام مستقبلنا ودي حياتنا ودي بلدنا ودي كل حاجة ما هو احنا أنا بقول له حضراك من الأول إن احنا قلنا هنشغل شريط ومش عارفين فلاقينا خمس تلاف برة دخلنا الصالة لقينا عشرة تلاف واحد في الصالة سبعة عاديين من الساعة عشرة الصبح جوا الصالة من سبعة بالليل آه من عشرة الصبح عاديين آه عاديين جوا الصالة وفي خمس تلاف واحد برة يا اخي ايه ايه جمال الشعب المسرين لما كسبنا آه لا لا اسكندرية عشقة آه لما كسبنا اعتقد كنا عاديين فندق قوات مسلحة في ساني ستيفن وكده الناس آآ آآ يعني الناس بتزغرت والناس فرحانة والناس مبسوطة اه فـ بدأت الناس تحملك مسئولية طيب انتوا قابلين من المسئولية انتوا لما شفتوا الجمهور ده هل فيه علبة اتأثرت بالجمهور ده خافت من الحجم الجمهور ده خافت من النتيجة خافت من اي حاجة آه بتقعل لنتهج اسكندرية بخافوش لأنهم متعودين لانهم متعودين على الملعب وعارفين اللي خاف ممكن يكون إحنا وإزها مالك لما شفتوا المنزر قدام طبعا لان طبعا مهما يكن في القاهرة اي ماتش بتلاعب مفوش 10-1000 مفوش 10-1000 فدي حملتكم المسؤولية اكتر طبعا وبعدين انت بقى يعني بدأنا نعرف بقى ان فيه اولمبياد في سمار كويسة يعني لو كسبت هتروح حيطة كويسة وهتتغل عالمية وهتلعب مع ناس تانية وخاصة ان احنا يعني في بحر الابيض 79 في سبليت دي اللي انا اخدت فيها هداف دي كتلعنا تالت واول مرة في تاريخ مصر نادلين مادليا برونزية في دور البحر الابيض ما فكرتش انك تطلع تلعب في اي حتة برة جالي أوروبا جالي طب ممش قبل الاه يعني بعد وقعت الاهلي بعد وقعت الاهلي تجالي عقدين عقد في امريكا وعقد في فرنسا ما فكرتش انك تروح اه لأ ما فكرتش كنت خلاص مدد في الاهلي وانا هدف يعني حلم انت كان حلمك الاهلي وخلاص بقى ولسه في المنتقب وبتلع لعباء ومش عارف ايه وعايز تكمل طب اصعب لحظات المباراة الاخيرة وده حلم طبع ممكن يطير في ثانية وانت عاقب كورت السلة دي ملهاش كبير زي ما بتقال في ثانية تبقى كذبان فارق اربعة تلاقي نفسك خسران من رميتين او ثلاث رميات اصعب لحظات المباراة اللي عدت عليكم في الفاينال هو اللي اصعب منها السيمي فاينال السيمي فاينال السيمي فاينال يعني احنا كان مع مين؟ كان مع وسط افريقيا وسط افريقيا وكنا خسرانين تقريبا بمنت وناقص حاجة بسيطة ومتحت عمل فك ودخل حط السلم وهي نزلة كسبنا الجيمي لكن مباراة الجولة احنا كسبناها مريح يعني بس برضو كان فيه الشوت الاولاني كان درون الشوت التاني قدرنا نكسب فارق 23 منت وانا بتذكرها جدا نعم 23 نقطة وصلتوا لولومبي جيمز كان الاستعداد ازاي عشان توصلوا تطلعوا يعني تحققوا نتائج كويسة في أولومبي جيمز اه لا يا الخضة اللي قبل الوصول والاستعداد وكده ان انا كلفت ان انا احمل عالم مصري في فتاح الدورة الأولومبية ايوانا انت انا مشيت باللعب عالم مصري اه فدي طبعا بالنسبة لي كانت جاتت ازاي مين؟ مين اللي بلغت اللجنة الأولومبية ده اللجنة الأولومبية اختارتني كنت ساعت وقد احصل لعيب في مصر وكنت هداف خليك على أسس وحاجات زي كده اه فالخبر نزل عليك ازاي؟ لا طبعا تخضى يعني رئيس ريجن موجود اه بس انت بتشيل عالم تمشي في التراك عادي اه مش بتعوق يعني تملي دي بيبقى اختياراتها من لعب الكرة اه طبعا بيبقى اختياراتها من ناس معروفة محبوا يكرموك بقى في اللي انت حققتوا مع المنتخدم كده في اللجنة الأولومبية اختارتني ان انا اشيل عالم مصري لجنة الأولومبية المصرية اه اه فالحمد لله انا شيلت عالم مصري في فتاح الدورة الأولومبية دي والعالم كله شافك بقى اه وبعد كده قبل لما نروح الأولومبيات اتعمل منتخب أفريقيا روحت في انت ووردة والخير اه اه عمر كان لعيب كويس؟ كان لعيب كويس طبعا لا لعيب على قده عمر ذا حبيبي لعيب كويس وكل حاجة بس طبعا متحت وردة دا حاجة تانية لا متحت وردة دا دا أسطورة خلالنا نتكلم مليش جعب اي حاجة يعني هو اللي عمل النقلة وحب الناس في البسكت هو سببها مش عايزة كلام مش عايزة كلام طيب بعد ما دخلته بقى دخلته في جو بتاع المباريات بتاعة لوس انجلس وبتلعبه مع فرق عالمية يعني فيه قدامك امريكا لا احنا كنا مستعدين كويسين كابتن مصطفى يعني احنا عملنا مع اسخارات مصر رحنا امريكا قبلها مرتين 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 عملنا مبارات كتيرة جدا هناك قبل ما نسافر كبعثة ساعة انت كنت معنا في الطيارة اللي راح تلندن مزبو البعثة اتقسم الطيارتين اه فكانوا واخدين الكبار اللي هم في طيارة كبارك الكبار اوي كبارك الكبار اوي والتانيين يعني قابلنا لان احنا كنا قابلنا سيادة الرئيس وقال انا فاجر بالزبط قالي انا طيار ودي مخاطر ولازم تقسم البعثة دي على مزبوط مزبوط فالمهم احنا بعد ما كسبنا بطولة افريقيا من الموقف طريفة جدا ان احنا قابلنا الرئيس الرئيس حسن المبارك اه 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 احنا كلنا البعثة كلها رحت قابلناها اه كنا لامسين البدل الزرق اللبن دي اللي هي اه وقال لنا بقى يعني انا وكان الحمدل يعرف اسمي وعارف اسمه واردة بالذات اه وانتوا صعبتوا عليها الامور قوي انا مبقيتش عارف اقوم من اروح حتة اه في الماتشاط لقى الماتشاط شدت مصر بطريقة غير طبيعية انا انت اشوف بقى لما يكون الاهتمام من اول رئيس الجمهورية لازهر الشخصية طب انتوا عايزين ايه اننا لو عايزين عمره خق ماشي فطبعا استعدتنا بقى يعني من لي طلب العمره امتحة واردة اه اتدالك ازاي لا اه ايه في يعني الحمدلله رحنا وعملنا عمره وبدأت الناس اه تعرف ان في فرقة باسكت محترمة في فرقة باسكت بقت على الخريطه خلاصا ده أكتر من كاس عالم وفيه يعني الألعاب اللي هي الجمعية غير كرة القدم فيه لعبة كتير جدا يعني أنا لعبة اتنين أولمبيات وواحدة كاس عالم في الأرجنتين فيه لعبة كتير جدا يعني أمكن الجيل الوحيد بتاعك وكابت الخطيب والمجموعة دي اللي راحوا أولمبيات ما أعتقدش كاس عالم أنا رحتها وأنا لعب ورحتها وأنا مدرب أنا ودكتور محمود سعد في برشلونا كان معنى كابتن جوهري رحت وأنا بلعب ورحت وأنا مدرب دورتين دورتين أه إنما ما لعبتش دورتين ففيه لعب أنت لعبت دورتين ولعبت كاس عالم فدي كمان إنت حتة إنك هداف بطولة لوس أنجلس 84 أولم الجيمز ده اسمك في الاتحاد الدولي منور الدنيا وملع لعى الدنيا إن دي حاجات دي كلها توريق بقى أه فإحنا استعدنا كويس وروحنا قبلها مرتين أمريكا واشتغلنا كويس بس طبعا المستويات كانت عالية جدا يعني يعني إحنا بنخصب من فرنسا أنا بحط مثلا 30-30 نقطة بس إحنا بنخصب يعني في البلاد برضو كان لسه يغسلافي قبل ما تأسك كانت قوية جدا من أقوى في رأي العالم روسيا كانت قوية أمريكا يعني الصراع كان جامد بالنسبة للباسكت مش عاوزة كلام هل الاحتكاككو بأمريكا وبالفرق الكبيرة دي تقابل لومبل جيمز هل دي ديتكو ثيقة شوية أنك هتروح وما تخافوش تلعبوا قدام هي دي بس هي دي أهم حاجة آآ وبعدين حتة تمثيل المشرف وكفاية أن أنت وصلتوا والحاجات دي ما كانتش في الحزبين قوي كابتل مصطفى يعني كانت فيه ناس كتير تقولك لأ لأ كفاء الحمد لله إحنا كسبنا أفريقيا ونروح بقى تمثيل مشرف وكلام ده أنت كان ردي فعلك إيه بعد ما طلعت من لومبل جيمز كهداف لومبل جيمز 84 أنت كان ردي فعلك إيه جواك آآ كنت فرحان جدا لأن بدأت مقالات تكتب تقولك أول لعب عربي وأفريقي يحصل على هذا اللقط كنت فرحان جدا لما شلت على مصر مع أني الأول كنت خايف آآ يعني أنت كنت زي ما تقول إيه أنا هو شلت على مصر أنا هو بس بتلوكوا فعلا أنا كنت أؤدي المسؤولية وأنا كمان عند حص نظن ناس اللي اختارت لأن هي اختارت برضو على أسس معينة طبعا طبعا اختارت على أسس معينة طيب إحنا معنا واحد حبيبة برضو عملنا تقرير معاه وعاوز يتكلم عليك واللي أنا أقول لك هو لعيب على قد بشوية كيسا أحب لأسفل أحب لأسفل